السلام عليكم السلام عليكم مساحة جيدة وفي أحسن الأحوال سوف نشارك معكم دنوغة سهلة و تحمق و تحمق و تحمق المقادر و طريقة التحضير نحتاج 500 جرام دلوز المحمر 90 جرام سكر بودرة سكر جلاسي 250 جرام العسل 30 جرام الزبدة سوف نخلق المقادر مضبوطة في صندوق الوصف و بالنسبة للحشوة سوف نحتاج 250 جرام اللوز و 50 جرام شوكلاة سوف نقوم بالطريقة دنوغة طحنت اللوز سلقت و حمرت و طحنت مطحون خاشن في طنجرة وضعت الزبدة سكر بودرة أو سكر و وضعت العسل على نار متوسطة بعد الزبدة و العسل نحركه باستمرار لا توقفه حتى ينسجم جميع المكونات و يبدأ يغلي معنا الخالط بالنسبة للخالط من بعد من بعد ينسجم سوف نقوم بقلي حتى يخرج الفقاعد من بعد يرجع الفقاعد و سوف نحصل في حل الشكل الكشكوشة سوف نغير تغير الوز سوف نرفعه من على النار سوف نضيف الوز من قبل و سوف نحرك على هذا الشكل حتى يتلبس الخالط العسل يتلبسنا في اللوز و نحصله على عجينة متماسكة و سوف نفرش ورق الزبدة على سطح العمل ضروري لأنه يساعدنا سوف نصب الخالط مباشرة لا يبرد مباشرة مباشرة سوف نخلط فوق ورق الزبدة و سوف نقوم ورق الزبدة و سوف نحاول نطلق الخالط حتى نحصل على شكل مستطيل أو مربع إذا خرجت لكم العجينة دائرية نحاول نقطعها على شكل مربع عجينة سوف نقوم نضيف نقوم تحن و نضيف ثم نضيف ثم نضيف نضيف نحتاج نطحن نطلق مربع على شكل مربع باش ما يشطوش يعني معي ما يقوش يعني معي الكوسور باش نصغل ديك النوغة كاملة اذا يعني طلقتوها وقص معاكم دائرية فحاولوا تقطعوا تقطعوها مربعة ولا يعني حاولوا يعني تشوفوا كيف اجد عملو تخرجوها على شكل مربع اذا ما عرفتوشي انا قلتكم يعني قطعوها واخد خرجكم دائرية قطعوها على شكل مربع بالموس صافي بنسبا الحشوة كما شاهدتو انني عملت على شكل طولي وده با قد نبدا 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 بحلي كنعدلو فحلي غنعدلو محنشا ولا قنانات مهم غدين لفوها على بعضها هادي اللفة اللولية هادي نحاول نزول هاد سوائد هاد واد الحشوة اللي اللي بقات معايا هنا كيف ما كتشاهدو بنسبا الحشوة فغادي دعمروا الحشوة يعني اللي بغيتو على حسب الضوء ديلكم لانا كما قلت لكم يعني كل واحد اه وتعمير ديالو يعني اذا عمرتو شويش غادي يبقى لكم اذا عمرتو بزف غايب قخصكم ديدو صافي دبينا كيف ما كتشاهدو بعد ما لافيتا المرات ثانية هانا قطعت بالموس على شكل هذا وممكن تقطع حتى بالجرار هادك دلي كنقطع به البوزا انا قطع غايبة سهل علي بزف نقطع الحلوى نقطع الحلوى نقطع حلوى نقطع الحلوى لنضع لنزيل الحشوى نزيل شكرا كاكاو نضيف لنضيف ونضيف شوكولاته نستمر نقطع الحلوى كيف تشاهدون ان الحلوة يعني سهلة وخنوقة هي شوية صعبة ولكن هاد الحلوة هادي يعني الطريقة دياله سهلة وجد مبساطة غد نجح معكم الف المية ان شاء الله والمادق كيجي فيها رائع كيجي كتحمق كيجي معلكة ومزيونة بززاف يعني هتصلح لكم من الافرح والمناسبة ديالكم كاملين كيف ما كتشاهدوا انا قدي نعاود نفس العملية اللي عملت في الاول يعني هيدا كنبقوا ماشين حتى كنكملوا ديك النوقة ديالنا كاملة بالنسبة الناس اللي كيبيعوا الحلوة بالكيلو فهد الحلوة هادي ما كد وزن شي بزاف كيف ما كنعرفوا ان الحلوة دلوز دائما اشحل ما عملنا دلوز كيعطينا الضحف في الوزن اللي كطيب الحلوة وكان عادلوها تقريبا يعني كعطينا الضحف نسف كيلو دلوز اللي تخلي فيها تخلي كيلو يعني نسف كيلو في النقا ونسف كيلو في الحشوة والوزن وزنتلي كيلو وتلتمية تقريبا كيلو تلتمية وخمسين بالنسبة الاتزين فممكن دينوها بأي حاجة بغيتو انا كيف ما كتشاهدوا انني زينتا بالورد على هاتشكل هذا كيف ما كتشاهدوا واتزين كيبقى طبعا الاختيار ديالكم دينوها كيف ما بغيتو ضروري مدعملوا لديك الكوغطات من تحت لانا كدب قدل سقف البلاطو وعنتم كتشاهدوا هادا هو الشكل نهائد النوقة ديالنا اللي كتجلدي دا بززاف كيف ما قلتكم وكيف ما شاهدتو انها ساهلة يعني ماشي شي حاجة صعيبة نتمنى تكونوا تشاهدوا هاد المحينشات هادو بالمضاق الكرامل اللي كي يجي ورائعين معل لكي يحمقوا بوحت طريقة اللي جد مبساطة وسهلة بزاف اه بنسبة اللي باقي ما شاهدش الفيديو فانا غاد نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اه وهذا كان هو الفيديو ديالنا ديالنا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم وانا الاستحسان ديالكم نتمنى بدنسوني شي باللايكات ديالكم والكومنتاريز ديالكم اللي كشجعوني اكتار ومدنسوش بارتاجهم على عائلة ديالكم والاصدقاء ديالكم اللي تعمل فائدة وبرجد تكبر القناة ديالنا ان شاء الله بالنسبة لأول مرة كي يشاهد الفيديو اذا كنعجبكم المحتوى فمدنسوش تشاركو في القناة بالضغط على ابوني او سوسكريبير او اشترك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل الجديد ديالي كنعملو ودبان خليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة